مناطق البلدية في كامل ترى بالجمهورية أعوان رفع نفاية الصلبة والسائلة في إضراب شنوية الأسباب؟ أولا تحية لكل المستمعين والمستمعات أينما يسلم البسد ونفام تحية لكل الأخوة والزملاء العاملين في قطاع نفاية الصلبة والسائلة في قطاع النظافة بالبلدين الضراب هذي والله يصفنا أن ندخل فيه لأنه بتحليل المنطقي مؤسف جدا أنه يستوجب الضراب لكن الغالب هو كان الضراب هذي برقية الضراب صدرت عام تنسي بشغل جامع العامل البديريين في تاريخ 12 ستمبر 2023 تنبيب الضراب لمدة يومين 25 و 26 ستمبر الماضي تم تعجيلها بعد مفاوضات وتدخل من وزارة الشؤون الاجتماعية اللي نحيوها بالمناسبة حالة الوضع أجل الهارة الربة وخمسة اللي يتمثل في نقطتين هما تم مفعولة رجعي للاتفاقية القطاعية لنفاية السلبة والسائلة ومطلب بسيط جدا نعتبره بسيط جدا هي مطلب منحة للعودة المدرسية حتى نكون معناها واضحة يخذوها كل عام؟ معناتها في العادة منحة العودة المدرسية ولا مطلب جديد؟ هو ثم شركات تعطي في نسبة وثم شركات ما تعطيش تقدمنا بالمدة الفاتت على أساس أن باش نحب نعمموها على الناس الكل اللي معناها اللي عنده متلامذة بالطبع مايش مايش الناس الكل اللي عنده مصغيرة تم يقرأوا معنات هاي؟ اللي عندها يقرأوا تم دراجها في بتسمية ملحق تعديل ملحق تعديل عدد أربعة اللي فيهم منحة العيد الصغير ومنحة العيد كبير والعودة المدرسية اه منحة العيد الصغير بتدخل قبل صدورها نزيد جديد معناها باش نكون واضح نكون صريح الملحق تعديل عدد أربعة مصدرش في الرائد الرسمي لحد الساعة هذك على شما تتمسكوا هم أصحاب الشركات معناها فيه من نجموش نعطو مطالع ما هو في العيد الصغير تدخل السيد وزير الشوية الاجتماعية مشكور اه وتفضل الاحكاء عطلما اه تمدوا العوان بالمنحة هذه بتاع العيد الصغير في العيد كبير صارت أشكالية والدخل شركة مشل الشركات العاملة زادة كيف كيف مشكورة واللو نسجوا على منوالها عطلما المرحة هذه منحة العودة المدرسية مرحة العودة المدرسية تمسكوا من نجموش نعطوها ومن نجموش نعطوها ومن نجموش نعطوها سامحني قلت لك هو سبق ملحق تعديلي الملحق تعديلي عدد ثلاثة فيه مفعولة رجعي مالي ما صارش ما عدا تم جزء اللي هو تابع الدولة مشكورة وزارة البيئة اللي عملت مجهود وغطط النسبة اللي هي تخص الشركات والعمال فيه الأول والباقي اللي هو من مشمولات الشركات ما خاصة في جانب في النفاية السائلة ما عطوهمش حتى مليين تم نسبة للشركات للنفاية السلبة عطل قلنا لما فهم حتى مشكلة إيه لا لتوه إلى حد الساعة اللي هي وزارة البيئة مشكورة اللي توقعت تعمل في اتصالات لحالة الوضع حداي ما عندناش حتى إشكالية قرأوا إحني أرى ما عندنا حتى مشكلة لو ما عندناش لأننا عندنا رغبة فيها اللي برعب ولا حاجتنا بالتوه إلى حد الساعة تجي أي بادرة من 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 أي طف إحنا أرى نا مستعدين تخرج وتخدموا معنات عادي جدا ما عندنا حتى مشكلة لأننا إحنا بالنسبة نخدموا في بلادنا ونبقوا نخدموا في بلادنا ولو تعرف الناس أشي أشي قاعدين يخدموا لعمال المصابات وعمال النظافة وجاهر الشبكات في اللوناس أرى ما طلبناش حاجة أرى ما قول هاتوا نعتوا مثلا مئتين دينار مش لكل مثلا دينار شاملة موشي لكل تلميذ ولا جامعة ولا كذا نحظوا مئتين دينار ما تجيبش حتى ساكادون تعروضة وتعرف شوف في الوضع اللي يعانوا فيه العمال وكذا ومعال الناس تخدم في النفايات معنى تانجومة التعطل يشمل رفع الفضلات البلدية وأيضا جهر القنوات لتبع له ناس لا لا التصحيح هو استقبال المصابات تستقبل مش الرفع رأو رفع بالترفع البلدية تجيبها للمصابات معنى تانجومة المصابات مسكرة المصابات حارسة على العمل المراكز التحويل الجهة النفايات عن طريق البلدية معنى توقف عمليات نقول وإحنا سكب الفضلات هكا استقبال استقبال الفضلات الفضلات معنى البلديات ياخد عمال البلدية عمال نرجع للول ما تعاملين ترفع بشتتعطل اذا كان ما عندهم في هز بشتتعطل انا ايدينا ممدودين لأي شي توكن يطلب ريا لأخ لعضو الجامعة العام البلدية يقول لي في اي وقت يكلمون مستعد راني يجون معنى حتى اشكالية رانا ما هيش حاجة ونزيد نوجه ندال لشريكنا الاجتماعي اذا سم امكانية معناها في حالة الوضع عليه خاصة من ان تعاون بالخدام في العودة الرمزية في المنح العودة المدرسية يفق الاشكال المفعول الرجعي حتى مشكلة نتفاهم وناخد موعد وكذا معنى مستوى الحليب من الجمل واضح جدا شكرا نفضلك مراسق عام قطاع نفاية الصلبة وسيلة بالجامعة العامة للبلدين شكرا على كل التفاصيل سيد احمد الذيب بفضلك احنا موصلين معكم لقانا قصة امي سعاد قصة امرأة